النهاردة رئيس عبدالفتاح السيسي كان ليه توجيهات مهمة بخصوص القطاع الزراعي توجيهات الرئيس كانت في اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة والصلاح الأراضي والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رئيس وجه الحكومة أنه يبقى فيه كده تكامل لجهود وخطط قطاعات العمل المشترك لأن الدولة كلها المفروض تتكامل في هذا المجال في مجال الانتاج الزراعي عشان نصل لأقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع وطبعا الهدف هو تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية على المستوى المحلي وكمان على المستوى الدولي مع ربط الانتاج الزراعي بالصناعات اللي بتقوم على المنتجات الزراعية عشان يبقى فيه فرص عمل أكتر وسواء فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة فيه تخصصات مختلفة الرئيس النهاردة ناقش موقف الصادرات الزراعية المصرية واللي بتشمل 350 منتج زراعي متنوع بتتصدر لأكتر من 150 دولة أبرزها الدول العربية والأوروبية والصادرات صادرات طبعاً دي حقاية طفرة كبيرة سنة 2021 وكان حجمها حوالي 5.6 مليون تن وقيمتها حوالي 3 مليار دولار وده اللي خلى مصر الأولى على مستوى العالم في تصدير الموالح خلال الاجتماع يعني كانت كل هذه الأرقام موجودة وزير الزراع تكلم كمان عن مستجدات موسم حصاد الأمح بعد زيادة مساحة زراعته بحوالي 250 ألف فدان وهنا أشار كمان لدور المشروع القومي للصوامع اللي زود بالتأكيد القدرة التخزينية الاستراتيجية وكمان نتكلم عن زيادة أسعار توريد الأمح والحافظ الاستثنائي لدعم المزارعين بتوع الأمح اجتماع رئيس النهاردة وتوجيهاته بتعكس اهتمام الدولة المصرية بموضوع الأمن الغذائي اللي طبعاً بيعتبر الشغل الشاغل لكل دول العالم في ظل ظروف الأزمة العالمية مع التأكيد كمان على استغلال كل قطاعات الاقتصاد المصري بما فيها الزراعة عشان زيادة عوائدها وتوفير فرص عمل أكتر للشباب